في شهر دوجنبر من العام الماضي كشف الثافر الرباط في نواكشوت حميد شبارة أن المغرب يحتكر أكثر من 50% من إجمالي صادرات الدول الإفريقية إلى موريتانيا مضيفا أن 13% من المنتجات التي تستوردها الثقى الموريتانية من جارتها الشمالية عبارة عن خضار وفواكه وقبل ذلك كانت وزارة الفلاحة المغربية قد أوردت أن المملكة صدرت إلى الجار الجنوبية ما قيمته مليار درهمة من المنتجات الغذائية خلال الفترة ما بين يناير 2015 ويونيو 2016 وفي ظل عدم وجود خط بحري تجارية يربط الموانئ المغربية بنظراتها الموريتانية يبقى معبر القرقرات هو الباب الوحيد لدخول مختلف الثادرات القادمة من المغرب ومن أوروبا وفي مقدمتها المواد الغذائية وهو ما يفثر الأزمة الحاصلة في أسواق موريتانيا ما بين أكتوبر ونوانبر من سنة 2020 عندما أغلق موالون تابعين لعصابة البوليساريو هذا المعبر في خطوة لم ينهيها إلا التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية لكن هذا الضرر لم يدفع نواكشوت للتعامل بشكل حاسم مع هذا الملف مفضلة الاستمرار في الحياد السلبية ووفق الأرقام الموريتانية تشكل المواد الغذائية الفلاحية القادمة من المغرب نسبة 80% من المنتجات المعروضة في أسواق البلاد لدرجة أن أكبر الثوق في العاصمة نواكشوت يحمل إثم سوق المغرب بالنظر لأن أغلب البضائع المعروضة فيه قادمتنا من المملكة ويشكل معبر القرقرات المنفذ الرئيس لمرور مواد مثل البطاطس والطماطم والجذر والحوامد والحليب ومشتقاته والسكر والحبوب إلى موريتانيا ما يفثر الخصاص الواقع عند إغلاق المعبر والتدخم الحاصل في أتمنة ما بقي من مواد غذائية بنسب تراوحت ما بين 300 و600% وإجمالا يصدر المغرب إلى موريتانيا 660 طن من مختلف السلعة وفي مقدمة المنتجات ذات الطابع الصناعية مثل مستلذمات التلفيف والكارتون والمنتجات البلاستيكية ومولدات وقطع غيار الكهرباء والأذوية والمعدات الطبية وقطع الغيار المستعملة في المجالين الفلاحي والصناعية والأثمدة والذيوت الصناعية والمواد الكيموية وفق أرقام السفر المغربية في نواكشوت وهي كلها الصادرات تعطلت إمداداتها لمدة 6 أسابيع خلال العام الماضي لكن كل هذه الأرقام لا تمثل إلا جزءا بسيطا من حجم الصادرات المغرب المرة عبر معبر القرقرات فتقرر إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بخصوص نشاط سنة 2019 يكشف أن حركة البضاء على الطرق المؤدية إلى هذا المعبر بلغت 66.67 مليار طن مقارنة بعشرين فاصل تمانين مليار طن سنة 2018 وهو ما يجد تفسيره في ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا بنسبة 20% في درف 15 عاما الأخير لتصل في 2018 إلى 40.5 مليارات درهم علما أن معبر القرقرات يمثل البواب البرية الوحيدة لهذه المبادلات وإذا كان النشاط الاقتصادي المغربي مع موريتانيا والثائر دول إفريقيا يتأثر بإغلاق هذا المعبر فإن تأثيره على موريتانيا ملموس أيضا كونه المثار الرئيس لمختلف بضائعها الموجهة إلى أوروبا والتي يشكل الحديد نسبة تقارب 34% منها تليها الأثماك بنسبة تبلغ 32% تقريبا ثم مشتقات البترول بنسبة تتجاوز 30% هذه بالإضافة إلى جني موريتانيا رثوم المرور من على أراضيها مستفيدة أثاثا من تنامي النشاط التجاري بنا المغرب وإفريقيا إذ ما بين 2018 و2019 انضاف إلى تعداد التصريح المثلم لشاحنة النقل الدولية العابرة من القرقرات 3234 تصريحا جديدا وتدفع هذه المعطيات إلى الاستغراب حول الصمت الرسمي الموريتاني من تصرفات عصابة تندوف التي تهدد اقتصاد البلاد وأمنها الغذائية وهو ما دفع شخصيات موريتانية إلى انتقاد هذا الوضع مؤخرا ومن بينها المرشح الرئاسي السابق حميد بابا الذي وصف منع وصول 70% من الإمدادات الغذائية القادمة لأسواق البلاد ومنع الصادرات الموريتانية من الاتجاه شمالا نتيجة غلق المعبر بخنق الاقتصاد الموريتانية وصار الموقف الموريتاني يصنف ضمن خانة الحياد الثلبية وهو ما يبرز من خلال تفادي إدانة إغلاق المعبر رغم أن الأمين العام للأمم المتحدة نفسه دعا لانفحاب قاطعيها على اعتبار أنهم يمنعون الحركة التجارية والمدنية في المنطقة العازلة وفي الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الدول الإفريقية إعلان دعم المغرب عقب عملية القرقرات في الثالث عشر نوانبر 2020 والتي أفضت إلى عودة نشاط المعبر اكتفت خارجية واكشط بإصدار بيانة قالت فيه إنها تتابع منذ أثابيع بقلق بالغ التوتر المتزايد على الحدود الشمالية في منطقة القرقرات وتدعو جميع الأطراف لضبط النفس وتغليب منطق الحكمة وتفثر مصادر ديبلوماسية مغربية الموقف الموريتاني بأمرين اثنين الأول هو عدم رغبة نواكشو في الصدامة مع البوليثاري والتي تعترف بها لأنها تعلم أن ذلك يعني الصدام مع الجزائر التي تتقاطع معها في العديد من المصالح أما الأمر الثاني فهو تعامل موريتانيا مع المعبر كورقة ضغط على المغرب كونها تعلم أنه يمثل الشريان الوحيد الذي يربط اقتصاديا المملكة بإفريقيا وتحديدا دول غرب القارة لكن هل سيبقي المغرب هذا الوضع مستمرا إلى مال نهاية والجواب هو لا ووفق مصادر فالعديد من الأمور ستتغير بعد 6 سنوات من الآن وذلك وفق مخطط المغرب لنقل مصاري 70% من نشاطه التجارية مع إفريقيا من الطريق البرية المار عبر معبر القرقرات إلى الطرق البحرية التي ستربط مناء الداخل المستقبلية بموانئ القارة ما سيترك مهمة المعبر البرية الوحيدة تقريبا هي نقل البضائع من وإلى موريتانيا وبالتالي سيجعلها المعنية الأولى بأضرار أي عرقلة مستقبلية ويبدو المغرب مثرا على الانتهاء من هذا المشروع عاجلا ففي الحادي 10 دجنبر 2020 أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عن إطلاق مناقصة لإنشاء الميناء الذي تقدر تكلفة الإجمالية التقديرية بـ 10 مليارات درهم ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة فإن من أهداف المشروع الذي يتضمن بناء ميناء تجارية استقطاب فرص الملاحة الداخلية مع دول غرب إفريقيا انسحبت الجزائر اليوم الثلاثاء من اجتماع افتراضية لمدراء جماريكي الشمال إفريقيا والشرق الأوسط احتجاجا على اعتماد خريطة المغرب كاملة تشمل الأقلم الجنوبية بعدما لم تستجب بقية الدول المشاركة للطلب الجزائرية وجاء في بيان للمدرية العامة للجماريكي الجزائرية ان الوفد الجزائرية طلب من رئيس الدورة عميد جماريكي الأردن جلال القضاة ثحب هذه الوثائق لكنه رفض وثط تمثك للوفد المغربي بها بشكل دفع إلى قرار الانسحاب من الاجتماع ويأتي قرار الانسحاب تطبيقا لمراثلة صادرة عن الخارجية الجزائرية نهاية الفبرير الماضية تطلب عدم المشاركة في أي اجتماع دولية أو اقليمية ينشر خريطة المغرب كاملة يذكر أن هذا الاجتماع كان بحضور الأمين العام لمنظمة الجماريكي العالمية ومدير إدارة التكامل الاقتصادية بالجامعة العربية وبعد أثابيع قليلة من تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أشار فيه بأن الجزائر تتعرض للإشاعات الإعلامية وأن 97% من تلك الإشاعات تأتي من جيراننا في تلميح إلى المملكة المغربية أعلن رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل يوم الاثنين أن الجزائر في مواجهة حرب إعلامية تستدعي منها التسلح بكل الوثائل لمواجهتها وحماية ثيادتها وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن قوجيل قال بمناسبة الاستعداد لإطلاق قناة برلمانية أن الجزائر على غرار دول العالم تواجه حرب إعلامية تستدعي منها التسلح بكل الوثائل لمواجهتها مضيفا أن المكانة التي تحظى بها الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي تفرض عليها ترقية الإعلام ليكون ثلاحا في مواجهة هذه الحرب حسب تعبيره وبالرغم من أن قوجيل لم يشير إلى المغرب بالإثم بخصوص هذه الحرب الإعلامية التي تتعرض لها الجزائر إلا أن الثياق تصريحات المثؤولين الجزائريين في الشهور الأخيرة كلها تتجه بأصابع الاتهام بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى المملكة المغربية متهمين الإعلام المغربية بإطلاق الإشاعات عن الجزائر المتير في الأمر حسب عدد من المراقبين أن هذه التصريحات والخطوات الجزائرية تأتي في وقت شنت ولا ذالت وثائل الإعلام الجزائرية حملة واثعة ضد المغرب بخصوص قضية الصحراء وقد وصلت إلى درجة فبركة العديد من مشاهد الحرب من أجل الترويج لوجود مواجهات حربية وعسكرية قوية في الصحراء بين المغرب وعصابة تندوف في حين أن الواقع مخالف لذلك وبالرغم من هذا التدخل الكبير للجزائر في قضية الصحراء إلا أنها لازلت تنأى بنفسي عن هذا الصراع وتدعي أنها ليست طرفا فيها في حين أن المغرب يعتبر أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في هذه القضية ويجب أن تجلس على طاولة المفاوضات مع المغرب لحل أزمة الصحراء المغربية وفق ما صرح به وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطا يوم الاثنين ويتفق مع المغرب العديد من الأطراف الدولية التي تطالب الجزائر بضرورة الجلوث مع المغرب للتفاوض حول قضية الصحراء باعتبارها طرفا معنيا ومهما في القضية نظرا لاحتضانها عصابة تندوف على أراضيها ودعمها المتواصل للجبهة الانفثالية بالمال والسلاح كما أن العديد من الأطراف العربية دعت أكثر من مرة بدرورة فتح باب المفاوضات بين الجارين المغربي والجزائرية لحل مشكلة الصحراء دون تدخل أطراف خارجية وضرورة إعمال العقل وحسن الجوار والتاريخ المشرك بين البلدين لإنهاء هذا الثراع الذي دام لعقود طويلة